أطلقت اقتصادية دبي ممثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري برنامج التاجر الإلكتروني المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط والتي تعنى بترخيص المشاريع التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم سنتعرف على هذا البرنامج مع يوسف وضيفه تفضل متأكيد شكرا لك يا دينا للحديث عن ذلك مع في الستوديو جاسم علي القلاف مدير أول قسم التطوير في اقتصادية دبي أهلا بك معنى أهمية إطلاق برنامج التاجر الإلكتروني لترخيص المشاريع على مواقع التواصل الاجتماعي ما هي الأهمية؟ تكون الأهمية في عملية خلق بيئة عمل تنافسية بين تجار التواصل الاجتماعي لموارسة الأعمال الاقتصادية في إمارة دبي تحت الإطار القانوني وهذا الأول من نوعها في الشرق الأوسط طيب من المستهدف من خلال هذا البرنامج؟ جميع الفئات أو جميع المقيمين في إمارة دبي التي تكون أعمارهم من الثمانة عشر سنة وما فوق حاليا كمرحلة أولى بدأنا فيها كمرحلة أولى بدأنا فيها الإماراتيين المواطنين والخليجيين القانطين في إمارة دبي ولكن هناك دراسة موجودة على أساس أن جميع المقيمين في إمارة دبي ستكون قريبا إن شاء الله طيب كيف يمكن لهذا البرنامج أن ينظم عملية التجارة الإلكترونية ويسهل دعنا نقول مزاولة العمال التجارية في إمارة دبي بما أن اقتصادية دبي هي الجهة الوحيدة المرخصة في تقنين الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي وبعد الدراسة الشاملة لمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة والأنشطة الاقتصادية الممارسة لاحظنا العشوائية في عملية الأنشطة الاقتصادية فبالتالي قمنا بالدراسة وأخذ أكثر من 150 نشاط من خلالهم ممكن تغطية أكثر من 95% من جميع تجار مواقع التواصل الاجتماعي الحسابات مواقع التواصل الاجتماعي فبالتالي ستنظم عملية السوق مما ينعكس بشكل إيجابي للحماية وحقوق المستهلك طيب كيف يمكن لي أن أتقدم ما هي خطوات التي يجب علي أن أقوم بها لأصبح تاجراً إليترونياً؟ بسيطة جداً هي عملية الجميع هنا لازم تكون عندك الاشتراطات تكون ما هي الاشتراطات؟ مثل مواطن من دولة الإمارات أو دول الخريج بالإضافة إلى الإقامة في إمارة دبي العمر لا يقل عن 18 سنة والتسجيد يكون إلكتروني بدارته من الإقصادية من خلال الموقع الإلكتروني والتكلفة تكون ألف وسبعين درهم ويحق لكل تاجر ترخيصين ممكن ممارستها يعني الأسعار واحدة على كل هذه المواقع لأنه المعروف أن كل رخصة لها سعر لا لا بالنسبة للترخيص للتسجيل العادية بالمحلات والمستودعات والمكاتب ولكن ترخيص التاجر الإلكتروني ألف وسبعين درهم كم تتوقعون عدد الرخصة الممكن تصدرها في 2017 بعد إصداركم لهذه المبادرة أو هذا البرنامج؟ بعد العصف الذهني مع بعض تجار التواصل الاجتماعي ومعرفتنا بالعدد الإجمالي في إمارة دبي تقريباً نحن كان نخططنا من 3000 إلى 4000 ترخيص خلال السنة الأولى 3000 إلى 4000 ترخيص كيف يمكن لكم معرفة مدى جودة ما يقدمه هؤلاء التجار عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ طبعاً نحن نتكلم عن تاجر الإلكتروني هو الشخص الذي لا يملك محل ولا يملك شيء هو من يقوم ببيع أي سلعة عن طريق فقط مواقع التواصل الاجتماعي كيف يمكن لكم أن تتأكدوا أن كانت هذه السلعة أصلية مقلدة أو أنها ذات جودة فعلاً أو تتطابق مع المواصفات والمقاييس؟ بما أن هذا التشريع أصدرناه والقانون بالتاجر الإلكتروني في دار التمنقصادية بيانات حي الشركات من ناحية أصحابها ومن ناحية الأنشطة الممارسة للنشاط فبالتالي ممكن من خلالهم معرفة جودة النشاط نفسها أو البضاعة من خلال السوق الذي سنعملها من خلال موقع الإلكتروني سنعملها سوق تكون السوق لها معايير معينة للدخول في هذا السوق لها معايير معينة ممكن معرفة جودة المنتج بالإضافة إلى دار التمنقصادية بما أن هذه التجارة قاموا بالتسجيل بشكل قانوني في إمارة دبي فهذا سيتيح للإخوان في قطاع التفتيش والرقابة عملية الرقابة على هذه المنتجات في الفترة الأخيرة دار التمنقصادية قامت بإغلاق أكثر من ألف من 8000 حساب إلكتروني قاموا بعمل أنشطة غير قانونية أو بتجارة بعض البضاعة المقلدة أين تكمن الخطورة في التجارة بدون ترخيص عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ ما هي الخطورة؟ عندك تقريباً نقدر نقول في عدة باختصار هو الخطر الأول عملية اسمي التجاري أنا كتاجر إلكتروني حالياً أنا أملك اسم تجاري عملت عن طريق السوشال ميديا وهذا الاسم التجاري أخذ سيط معين إذا لم تكن بتسجيل العلامة التجارية أو التسجيل كترخيص ممكن لأي شخص يأخذ الاسم التجاري هذا رقم واحد الرقم الثاني عملية الخطورة الثانية عملية التجارة المقلدة المقلدة اللي ممكن يمارسها بشكل عشوائي وممكن راح تكون فيه ضرر بالنسبة لها وبالنسبة للمستهلك إذن جاسم علي القلاف مدير أول قسم التطوير في اقتصادية دبي أعطيكم ألف عافية على مجهوداتكم وإن شاء الله لنا لقاءة أخرى معكم إن شاء الله شكراً لك